بدون ما تاخد كلامي على محمل سيء أو محمل جاد أو محمل هزار انت حر حسب قعدتك في البيت انت قاعد ازاي وبتشرب ايه زي النهاردة اندلعت ثورة القاهرة التانية في 20 مارس سنة 1800 زي النهاردة بالزبط يعني بعد مرور سنة تقريبا من دخول الفرنسويين مصر زي النهاردة اندلعت الثورة بتاعة القاهرة التانية اللي قادها فتوات باب اللوق اللي قادوها ضد المستعمر الفرنسي ويعني يطيبوا لنا ان احنا نفتكر هذا الرجل الذي لم ينصفه التاريخ مصطفى البشتيلي واللي كان شاف برنامجنا برنامج حكايات مصرية كنا حكينا في البرنامج ده عن قصة رجل لم ينصفه التاريخ البشتيلي السائر الاكبر ضد الحملة الفرنسية وهذا الرجل كان مجدع وفتوة وكان ليه صبيانه وكان ليه رجالته وكان تاجر كبير في باب اللوق في بولاء أبو العيلة قصدي كان تاجر كبير جدا وكان الرجل ما يصور الحال زيه زي الرجل اللي هو التاني اللي كان في المنزلة حسن طبار هو زيه زيه بالظبط الرجل ده حضرات كان حريص على مقاومة الاحتلال الفرنسي وكان بيخب السلاح في مكان شغله وجدع راجل دراع يعني لكنه لما تم القبض عليه في واحدة من أسوأ المشاهد في التاريخ الحديث أو في تاريخنا كله حكم الفرنسوين على المعلم مصطفى البشتيلي بإنه يعدم ليس تطلق بالرصاص أو حتى بالسيف أو قطع رقابته بل وضعوه في النص في دايرة حوالي رجالته وأمروا رجالته إنهم ينزلوا فيه درب بالشوم لحد ما موتوه اتلم عليه رجالته اللي هو ساعدهم واللي عاشوا معاه واللي كانوا في الصف واللي فداهم واللي وقف مع أسرهم حطوه في دايرة في النص كده ونزلوا بيه درب بالشوم لحد ما مات الكلام ده سنة 1800 يشاء ربنا كلها سنتين ويخرج الاحتلال الفرنسي يا طرع حدش قال لنا بقى الناس اللي قتلت المعلم بتاعها عاشوا إزاي بعده عاشوا في زل الحكاية دي بتتكرر على طول قديك شفت اليومين اللي فاتوا الناس على طول حطوا المعلم مصطفى البشتيلي في النص ونزلوا فيه درب بالشوم لكن بقت سيرة مصطفى البشتيلي على أساس أنه مصري جدع أما سيرة أنداله اللي قتلوه فبقت في الزبالة ترجمة نانسي قنقر